الملشيات الحوثية استغلت هذا الوضع وتريد أن تفرض شروطها شروط استسلام لليمنيين وكذلك للتحالف العربي وهي اتخذت هذا الأمر كحقة قوية لها بأن سعودية وقفتها الحرب بمعنى أنها تراجعت عن الدفاعها عن اليمنيين عن دفاعها عن مجلس القيادة الرئاسية وبالتالي سنضغط عليها حتى تلتزم التزام الكمل بالتخلي عن المجلس القيادة الرئاسية والشعب اليمني وبالتالي تبقى الأمور تحت السيطرة بشكل كامل ويعلونه لا انتصال يرى البعض بأن الأمور تتجه نحو هذا المسار بأن السعودية سترفع يدها عن الأوضاع أو عن الأزمة اليمنية وستظل الأطراف المتصارعة اليمنية في كتال المستمر أو سيشهد المشهد اليمني في الفترة القادمة تجدد المعارك هل تذهب مع هذه التوقعات؟ الملامح تقول ذلك من خلال هناك رفض يمني من قطع النظر لحكم الملشيات الحوثية أو الاحتلال الإيراني في اليمن هناك رفض تام لكل الشعب اليمني بكوادره السياسية والعسكرية والاجتماعية وحتى الأطفال يرفضون ذلك حتى لو قلنا بأن هناك سيئة خلال الفترة القادمة كل ما يمكن أن يكون هذه التفاوضات وهذه الضغوط السياسية والديبلوماسية الأمريكية والغربية على الحوثيين وعلى المجلس القيادة وعلى المجلس العربية السعودية سينتق بتبادل أسرى كبير خلال الفترة القادمة هذا هو المنتهى من هذه الحوارة السياسية أو الضغوط السياسية لكن بعد ذلك سيبقى اليمنيون يعدون العدة للدفاع عن أنفسهم للدفاع عن أرضهم سيبقى هناك حرب كبيرة من سيعد العدة أستاذ محمود؟ هل الطرف الآخر أتحدث هنا عن الحكومة أو عن الشرعية وتفرقاتها ومعسكراتها تستعد مثلا إن اتجهت الأمور لا صمح الله طبعا إلى الحرب أم الحوثي الآن يستعد ويعزز الجبهات وكما رأينا هناك استهداف للبيضة مؤخرا قيادة عسكرية أيضا هناك استهداف لقيادة عسكرية في مأرب وهناك عملية إدلال المتواصل للقبال اليمني من قبل الحوثي العدة التي يعدها الحكومة اليمنية طبعا تعد هي لازغة في العمائجري هناك قيادات عسكرية الولايات العمالغة المقاومة الوطنية القيش في مأرب كله يعني يستعد ويعاد لهذه الحدة بينما لأنهم يدركون بأن الحوثي لا يمكن أن يتوقف أو تنتهي الأمور بهذه الشكلية لأن الشاب اليمني قرب الحوثي منذ 2003 الحوثي الآن يعرفوا لديهم معلومات بأن الحوثي يعد العدة فقط للإستعداد والإنقضاض على محافظات بعينها التواغل نحو القنوب التواغل نحو مأرب التواغل نحو التحز المخى الحديدة هكذا هم يدركون هذه المعلومات هناك معلومات مؤكدة تخرج من حينها نعم والمعطية أيضا تتحدث ذلك لذلك الحوثي يعد والقهل مقابلة يعدون السعودية بمثل هذه الخطوة وأن تقول بأنها تتجه نحو إنهاء الصراع بشكل كبير يعني مثل هذه الخطوات والتقدمات الحوثية كما قلت نحو مأرب أو نحو الجنوب أو نحو تعز وغيرها ألا يثير مخاوف السعودية من جديد يعني بتجدد الاستهدافات ألا ترى بأن هناك مجموعة ستثير قلق المملكة في الأيام القادمة من الطبيعي جدا أن يحدث ذلك وأن يثير هذا قلق المملكة العربية السعودية لكن الحوار تحت الطاولة يبدو أنهم تلقوا تطمينات من الجانب الصيني ومن الحوثيين لكن على المملكة العربية السعودية ألا تثق للحوثيين لأن اليمنين وثقوا بالحوثيين أكثر من مرة منذ 2008 وبالأخير حتلوا اليمن بشكل يعني حتلوا قز كبير من اليمنية وعلى سعودية أن تخشى ذلك لكن هناك حكمة في المملكة العربية السعودية هناك سياسيين هناك عسكريين دوها أتوقع أنهم لن يتخلوا عن اليمن ولن يتخلوا عن الشرعية اليمنية ترجمة نانسي قنقر